اشتركوا في القناة فقال عليه الصلاة والسلام من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس اي يغتابون الناس ويقعون في اعراضهم فبينت يعني ان كما تعلمون سبحان الذي اصرى بعبديه ليلى من المسجد الحرابي الى المسجد الاقصى الذي بركنا حولا لنريهم من اياتنا والسلام المصري فالحديث فيه اثبات لمعجزة الاسراء والمعراض اول حاجة ايه المعجزة المعجزة هي امر خارق للعادة يجريه الله تعالى على ايد انبيائه ورسله وهو مصحوب بالتحدي مثل انشقاق القمر ومثل الطعام القليل الذي كفى الكثير واعظم معجزة هي القرآن الكريم المعجزة القالدة اي نعم ومثل انه ينادي للشجر للشجرة حينما اراد ان يقضي حاجته فاتت تخض الارض خده بالشجرة الثانية وستروه لما انتهى امرهم ان يرجع فرجع فمعجزات الدبي يعني ترب على الالف معجزة وقد سمعت ما بعد المعجزة فالاسراء والمعراج معجزة ايد الله تبارك تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لنفسي ولحضراتكم ان العرب حين ذاك كانوا يذهبون من مكة الى القدس في شهر ويعودون في شهر ما يوجد طيار ولا سيارة ولا قطار ولا حافلة فيعودون في شهر ويعودون في شهر فالرسول السلام جالس في صحب الكعبة مر بجاه يا محمد هل هناك جديد قال نعم ما الجديد قال اسري بيه وعرج بيه قال كنت معنا في الليل والان في الصباح عدت يعني قال بل في جزء من الليلة او كما قال عليه الصلاة والسلام ففرح ابو جهل فرحا شديدا لانه تيقن ان النبي صلى الله عليه وسلم لو اخبر الناس بذلك هيكذبوه لتيقنهم انهم يذهبون في شهر ويعودون في شهر فاذا بابي جهل يقول لو انني جمعت الناس لك تخبرهم بما اخبرتني قال نعم فقال ابو جهل يا بني كعب يا بني كعب فاجتمع الناس عن بكرة ابيهم قال يا محمد اخبرهم بما اخبرتني فاخبر رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم الناس بما اخبرتني وكان قبلها عند المهانئ بنت عمه وذكر لها ما حدث من الاسرائيل والمعراج وقالت له استخبر الناس بذلك قال نعم سأخبر الناس بذلك قالت انشدك الله يا ابن عمي لا تخبر الناس بذلك فيكذبونك فاصر وخرج عليه الصلاة والسلام فتعلقت بردائه فشد ردائه عليه الصلاة والسلام وانطلق ماضيا فارسلت وراءه جاريتها نبعة حتى تتسمع الاخبار ما الذي سيحدث بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخبر قريش بما حدث قالوا والله لقد صار امرك اما من يبدأ بكبشة يبنى بكبشة نسبة الى زوك حليمة السعدية فهو ابوه في الرضاعة كما تعلمون وارادوا بذلك ان ينقصوا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صاحب المكانة العظيمة صلى الله عليه وسلم عليه اي نعم يكفي ان الله تعالى كلم الرسول والانبياء باسمائهم ولما حينما كان يريد ان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الرسول بلغ ما اجزلك من ربك يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك ولما ذكره باسمه قرر به الرسالة قال محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار وحباء بينهم الشاهد ايها الكرام انه اخبرهم فكثير منهم كذب وارتد وثبت الله من ثبت وعلى رأسهم ابي بكر الصديق قال ان كان قد قال فقد صدى فهذا الحديث الذي ذكرت لكم حديث انس عند ابي داود واحمد فيه اثبات لمعجزة الاسران المعراج وفيها ان اهل النار يعطون قوة يوم القيامة من اجل انهم يعذبون انفسهم بايديهم ويكون تعذيبهم يعني لحالهم اقوى له والحديث فيه تحريم الغيبة حيث شبهها النبي صلى الله عليه وسلم باكل اللحم والتلذذ به وتحريم الوقوع في احساب الناس وفي انسابهم اي نعم هذه الدروس نخرج بها من هذا الحديث والشاهد ان قصة الاسراء والمعراج ومعجزة الاسراء والمعراج كانت تحتاج الى اوعية ايمانية وخضيط منطق وعقل بقى ويقيسون عليه ما يقيسونه على انفسهم هذا رسول مؤيد من عند الله عز وجل وقد ايده الله جل وعلا بمعجزات كثيرة من جملة هذه المعجزات معجزة الاسراء والمعراج بفضل الله عز وجل ولذلك ذهب احدهم الى ابي بكر وقال يا ابا بكر يا ابا بكر اتدري ماذا قال صاحبك هات ماذا قال قال كذا وكذا وكذا فهذا الرجل كان متأخن ان ابا بكر سيكذب الرسول عليه السلام فابو بكر يقول ايه رضي الله عنه ان كان قال فقد صدق ان كان قال فقد صدق ايه كيف وانت رجل ذهبت الى القدس وتذهب في شهر وتعدو في شهر قال انه يخبرني بالخبر من السماء فاصدقه في ذلك افلا اصدقه ولما اجتمع الناس قالوا انت تزعم يا محمد انك ذهبت الى القدس وعدت طيب ان كان كذلك سفلانا بيت المقدس سفلانا المزج الاقصى الرسول عليه السلام ذهب في الليل طب كان يوجد نجف فريات كلبات الجواب لا نور خفيف وكان وقت قليل جدا فاخذ النبي عليه السلام يصف المزجد الاقصى حتى لبس عليه يعني يلبس عليه صار ما يستطيع ان يصف اكثر من ذلك فلما اغتم واذا بالله عز وجل ينقل له المزجد الاقصى امامه فينظر اليه ولا يراه الا الرسول فاخذ يصفه عمودا عمود ورقنا رقنا وبابا بابا ونافذة نافذة وكلما وصف رقنا او عمودا ابو بكر يقول صدقت يا رسول الله صدقت يا رسول الله لانه يصفه كأنه البناء والرسام يعني كأنه المهندس الذي خطط له صلى الله عليه وسلم وكأنه البناء الذي بناه بايده قد يعجز ان يصفه مثل وصف النبي عليه الصلاة والسلام فلقب ابو بكر من قبل ربي عز وجل بالصديق حشران الله اياكم مع صديق الامة الاكبر الذي قال الله تعالى فيه ثانية اثنين اذ هما في الغار وقال الله تعالى فيه ويتجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عندهم من دعمات توجي الزا الا باتغاء وجه ربيه الاعلى وسوف يرضى حشران الله اياكم معه وصلى اللهم وسلم وذلك على البشير النذير وعلى اشتركوا في القناة